التقارير بتاعها وخاصة المقترحات بتاعها احنا هو معنات القمة اللي توأخر معلومة عندي فما سبع وستين معناتها رجل دولة ورئيس حكومة رئيس دولة ورئيس حكومة اللي هما حاضرين غاديكا مثل القارتين بطبيعة الحال فما الرئيس الحالي من الاتحاد الأوروبي اللي هو الفرنسي مانيو الماكرون والرئيس الحالي من الاتحاد الأفريقي هو السينيغالي مكي سال ولكن فما ايضا حضور مكثفة لرؤساء اهم المؤسسات الدولية خاصة كما ذكرنا المدير العام اللي سندق النقد الدولي وايضا رئيس مجموعة البنك الدولي وما ننساوش رهو توى هذا الحضور المكثف في بيروكسال اللي هي تعتبر عاصمة اوروبا فما رئيس المجلس الاوروبي اللي هو بلجيكي ميشال ميكيلس هكا ميكيلس اللي كان هو رئيس حكومة بلجيكية شارل ميكيلس وفما ايضا رئيسة المفوضية الاوروبية اللي هي المانية زادة هذون عندهم زوج شخصيات عندهم اهمية ورئيس المجلس الاوروبي عبارة على رئيس مجلس رؤساء الدول والحكومات ورئيسة المفوضية عبارة على رئيسة حكومة الاتحاد الاوروبي على شيء تنفذ وهي تتحرك احنا بالتالي احنا كنا ننتظر ان تكونوا رقاءات جانبية للسيدة الرئيسة الجمهورية مع اهم الزعماء الحاضرين على المستوين الاوروبي والافريقي الى حد الان اذا شفنا ثلاثة رقاءات مع الرئيس النيجيري نيجيريا رأي بلد كبير في افريقيا يعني مليون ومتين الف كيلومتر مربع واثنين وعشرين مليون ساكن وفها ايضا بلد غني ولكن البلد هذي مشهور خاصة بالانقلابات يعني نعرف اول رئيس ليه حماني ديوري اللي كان هو الى جانب الزعيم بورقيبة والرئيس السينيغالي يوبورد سيدارسنغور هما وراء احداث المنظومية هذه متاع الفرنكفونية نيجيريا نيجير مش نيجيريا نيجير هو قبل نيجير قابل الرئيس قابل رئيس النيجير النيجير هذي تم انتخابه مؤخرا وتولى معناتها النيجير مصر وقلت منذ قليل للمستشار النمسيو المستشار النمسيو مش لقاتوني ولكن زوز وفود لا ولا هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ممكن ننتظر انه هل سيلتقي خاصة انا في اعتقادي اهم اللقاءات اللي بيش تكون مع الرئيس الفرنسي بسيفت ورئيس الاتحاد الاوروبي الرئيس السينيغالي بسيفت ورئيس الاتحاد الأفريقي. ألماني. لا لا الاتحاد. لا لا والجانب الألماني. والجانب الألماني. لا أهم لقاءات أنا أقول أهم. بطبيعة الحال التقي رئيس الاتحاد الأوروبي يعني هذا كان نجمعه لكل بل كشي ما عندهمش وقت لأخرين فهمت ولهو ما عندهش وقت سياسي. لفمي بجموعة البنك الدولي. لفمي والبنك الدولي ورئيس مجلس معنات المجلس الأوروبي اللي قد لك عنديه هدايا شعب ميكيرس ملجيكي والصديق لتونس. أنا نعرفه كان وزير الخارجية كان باستمرار يزور تونس هذا. وأيضا رئيس المفوضية الأوروبية. وإحنا نعرفه التسريحات بتاع المفوض السامي بتاع التحدي الأوروبي لعلاقات الخارجية والأمن نعرفه التسريحات المتها وإحنا كنا نتذرك وإنه بشكل لقاء. لأنه فهم الناس لاحظت غياب سفير تونس في بروكسال. سفير تونس في بروكسال. سينابيل عمار. اعتذر لي أنه مريض بالكورونا فقط. مهم هذا ما رجح على مستوى الشكل واللقائد. خلينا نعود للمضمون ولدى استقبال صحفية طرحة سؤال رئيس الجمهورية فيما يتعلق وصف بعض الأطراف لرئيس الجمهورية بسعي أن يكون أو أن يرسي نظام ديكتاتوري هكذا أجاب قيس سعيد. نحن نعود موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 لتستقيم. مذكرة بحاجة انه شاردغول وقت اللي كان يتزعم في فرنسا كانت الصحافة الفرنسوية حلالي حرب شريسة. كانت له كنارونشيني تتعرض حتى الملامح هو جسدية. حتى انه نهار كنارونشيني ما كتبتش عليه. عمل تصريح وقال يخيش بهم كنارونشيني ملقاوش حاجة جديدة في خشمي. لانه تعرف خشم كبير برشا وبالتالي كانت الصحافة تسخر منه. تنمر عليه. كالبيتانة متاع وقالولو كيفاش يا زعيم هذي كنارونشيني. علش ما توقف هاش. قلهم اذا انهارت مش الوقف كنارونشيني وقتها نكون تعديد بفرنسا من الديمقراطية الى الديكتاتورية. نفس الشي صار له معك جون بول سات اللي كان يكتب عليه في اللي كان يتعالي طو مودير وكان يسخر منه. وهو بتبعت الحال واختقالولو عندك كل الدلائق لو الحجاج بش تحطه في الحبس. قال لهم في إشارة لسارتر المفكر. دون كان في اعتقادي رئيس الدولة ما كان عليه ان ياخذ هالي الاستعارة كان عليه ان يجيب بطريقة مخالفة. سيما وانه كان يتوقع هذا السؤال. لكن واضحا رئيس الدولة كالعادة مصر على ان يكون بمفرده بدون مستشارين بدون اعداد مسبق للزيارة هذه. وعندما طرح هذا السؤال لم يحصن الايجابة. الايجابة بالنسبة للفرنسيس هذه معناها خشبية صراحة لا معنى لها. كانوا ينتظروا في ما هو اكثر. وبعدها نحكو على مضامين المحادثات اللي عملها سيد الرئيس في بريكسيل. لم يقنع في الايجابة برهام مسلطي رئيس الجنهورية. انا باعتقادي لم يقنع خاصة انه نتكلم بلغة متعثرة لغة فرنسية متعثرة. السؤال طرحة اكيد من طرف صحفية فرنسية. نحب نضيف حاجة لما تفضل به لطفي منذ وحين حول شاردو جول. شاردو جول وقت الاخذاع يعني التفويذ من البرلمان الفرنسي سنة اثمالي وخمسين يعني باش يمشي الى استفتاح شعبي عام على النظام السياسي الجديد نظام رئاسي مع استثناء وحيد. ما تمسش القضاء. يعني التفويذ الاخذاع مس كل شيء الا القضاء. هذة هي حبيت نشير لهذا. دونك نرجع تول التصريح متاع السيدة رئيس الجمهورية. طبيعي جدا كونه السؤال هذة كان منتظر. يعني مفروض احنا لاحظنا وانه كان محاط فقط بسيد وزير الخارجية وبمستشار اشو مستشار ديبلوماسي اللي معاه فمدسي وريد الحجام فقط لغياب نظرا لغياب السفير وعطينا السبب علش سفير غايب. المنتظر هذه هي قمة اقتصادية بامتياز راو. وتحدثت على مبلغ هذة المبلغ. اللي مش ترزدوا الاتحاد الاوروبي. الاستثمار في افريقيا. خاصة للبنية التحتية والنقل للنقل بالاساس. معنا تتعسين الطرقات وسيكاك الحديدية لغير ذلك. كنا نتمنيوا ان نكون مرفوق على الاقل بمحافظة البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط حتى يتمكنوا من اجراء لقاءات جانبية مع نظراءهم. وبالنسبة للسيد محافظة البنك المركزي يلتقي ممثلي السنديق الممولة المؤسسات اللي كنا نحكي وعدها تكون لقايات جانبية وباش على الاقل ينجم يوضح ربما الوضعية في تونس. هل على الانتباع بانه لم يقع الاعداد لهاتي الزيارة ولا كما كان يقول لوت في ربما تم اقناع الرئيس في اللحظات الاخيرة بشي شارك في المشي هاتي. انا في اعتقادي تم اقناعه من طرف رئيسين الرئيس الفرنسي والرئيس المصري. وشفنا سيدة وزيرة عفون رئيس الحكومة في الزيارة اللي مشيت لفرنسا المشاركة في احدى القمم التقت على حداء الرئيس ماكرون والرئيس السيسي. ثم عادت مسرعة ومساء يوم السبت. قبلها الرئيس. استقبلها الرئيس باش تعطيه تقوله كذا. وصارت اتصال قبل السابق بين الرئيس الرئيسنا والرئيس الفرنساوي مكرون. اكيد تم حثه على المشاركة في هذه القمة. استعداد لزوز قمام منهم القمة متاع التي كاد ثمانية اللي بشكون في اخر السنة. وايضا ما ننساوش فرنقفونية هاكا التقاه هو الامينة العام متاع فرنقفونية متاع المنظمة. اللي هي كانت وزيرة خارجية متاع رواندا. بالتالي ما تنجمش انت ما تشاركش في هكذا قمة بهذا الحجم. ولكن لم يتم الاستعداد الاعداد لها. هذا قاعدين نلاحظوا فيه. ثم انه صحيح وانه هو اكتفى فقط. باش يزمعه وفد يمثل القناة الوطنية الاولى بطبيعة الحال خاصة فيما يتعلق بجورنال مع انت بتاع يعني اه شارك الانباء وايضا تاب تكون حاضرة ولكن تمنينا انه يكون فما واحد وفد صحوفي يمثل على الاقل الاعلام العمومي وايضا جزء من الاعلام الخاص باش يكون حاضر غاديكا انه اه الصحافيين هذون يتمكنوا زادهم باش يعملوا لقايات صحوفية معا خطرة شوف روفر ما فاشي لا فيه الاعلام هنا على اقل حصلوا الرئيس البرا نفروشي بكلمة عنه البرا لا 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 يلقي مش بالضرورة اولا نجم يكون حاضر ونجم كذا شفناها اعطى التصريح للتاب ونشير التصريح في التاب هذه اللي اول مرة يبدو لي رئيس الجمهوريات التصريح بشكل مباشر للتاب شفناها البارح وهبطته اثنين انه نجم يكون الصحافيين موجودين اذا كان هزهم يعملوا لقايات صحوفية معا بينسيرهم وماشي غاديكا زادها بش يعارفوا ببلادهم هذا الشي اكيد هذا ونعرف اروا تعرف انا كان لديتلي فرصة كونه باش نزور في وقتا ما معا في وفد صحوفي يعني الكونسيل مقرم تاع الكونسيل الاوروبا رو انه فقد خلت يبدأ مفتوح تنجم تلتقي رئيس دولة رئيس حكومة تلتقي رئيس دولة رئيس حكومة ولا رئيس التونس يعني ليش توذا ما كانش معدى رئيس اي رئيس يدخل يلقى الصحفيين موجودين غاديكا يترحوا ليه اي سؤال وبالتالي كان عليه ان يجيب على قد السؤال يعني شفنا رئيس الدولة يستجيب بارحية كبيرة لأسئلة الصحفيين الاجانب ويجيب وهو مبتسم وفي تونس بقاطعة كبيرة مع الاعلام ومع الاعلاميين وعشرات المطالب التي تقدم بها الزملاء لاجرى حوار مع سيادته لكنه لا يجيب الا بالرفض والرفض التام دونك واضح انه عنا قيس نوع في تونس وقيس سعيد في الخارج نوع اخر وللأسف بعد يحكيولك ع السيادة الوطنية وقت اللي هما شوفهم كيفاش يخنعوا للاعلام الاجنبي ويسارعوا بش يعطيوها التصريحات رغم انها اسألة محرجة وهنا يجيبوا الصحفيين في القصر ويحكموا عليهم مش ما يترحوش الاسألة هذا في افضل الحالات شوف رئيس الدولة احضار قمة بهذا الحجم مرصودة فيها على ما اعتقد ميتين مليار دولار ميتين مليار دولار ميتين مليار دولار ان الرقم اللي عندي والهدف منها هي اعادة سياغة شراكة متميزة بين اوروبا وافريقيا خاصة بعد المتغيرات اللي قاعدة تصير في افريقيا الاختراق السيني الاختراق الروسي وعودت لموجة من الانقلابات وكان اخرها اللي صار في بوركينا فاسو وقبلها مالي وغيرها في الوقت اللي اوروبا نظمت النادوة هذية وللملتقى هذا ورصدت هذا المبلغ الهام وهي التي خرجت من ازمة كوفيت عاصفت باقتصادياتها وبالتالي هي معناها مغامرة كبرى فالوقت هذي سيد الرئيس شنو مضمون الخطاب واللي احضروا به واللي قالوا في الحلقات المستديرة رئيسنا ما قدمش مشاريع اقتصادية ما قدمش مشاريع تنموية للبلاد ما تحدثش على تونس الفين وثلاثين كيما غادي قادت الافارق ما تحدثش على مشكلة الهجرة الشرعية والغير الشرعية في تونس في علاقة بالافارق اللي قاعدين معنا هيتدفق منا يوميا على تونس الكلام اللي قلنا فيه في تونس قالوا الأوروباوي بمعنى قلنا احنا توعندو ثلاثة سنين سيد الرئيس تونس غنية فهيه برشا فلوس وانتم ما قاعدين تنهبو فيه كي خرج غادي قالهم افريقيا غنية فهيه برشا فلوس أنتم قاعدين تنهبوا فيها يا أوروباويين يعني مشاغة هذه قابل قادة الأفارقة أولا للأوروباويين وللقادة الأفارقة حرّف فيها ضمن أوروبا في قمة حطت لها أوروبا 200 مليار دولار باش تعاود سياغة علاقات جديدة مع الأفارقة رئيس الدولة قال لهم يا أفارقة رغم الأوروباويين اللي جايبين الهناه ينهبو لنا في القارة متاعنا وبالتالي أستفيقه وترصد ردود الفعل متاع منظمي القمة هذه صراحة أن رئيسنا مشاكة زعيم أممي هدف متاعه تخليص البشرية من ألامها وأحزانها والرواسالة فارق الخرين كل واحد هازم ملفات بلاده وماشي دافع على درابه بلاده وعلى مشاكل بلاده هاني أن لنا ربحنا زعيم أممي ربحنا غاندي جديد نولسن موندلا جديد تسخيل فيها شوي شيء هذا تذهب تونس إلى الجحيم أحكي عن القضازة ذلك نحاضر البرحة في كلم رئيس الجمهورية في بروكسل تحدثت عن مفهوم الحوكمة لماذا ظهر كان في وقت من الأوقات الحديث سائدا عن الحكم الرشيد وتأتي اليوم الحوكمة والفساد ينتشر في كل مكان ثم أيضا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بعديد من الدول هو نتيجة لعناصر كثيرة من بينها العناصر الخارجية يتحدثون في بعض الأحيان عن القضاء وعن استقلال القضاء لماذا لا يعيدون إلينا أمولنا ولماذا يتسترون في كثير من الأحيان عن جراء ما تمت نحن قادرون أن نصلع جميعا معا مستقبلا للإنسانية كلها لا بداعا على مفاهيم تعود بنا إلى نقطة الانطلاق ويبقى الفارقة وعديد الشعوب الأخرى في هذه الأوضاع اللا إنسانية أوضاع مخزة للإنسانية لابد أن نقارب هذه الأوضاع مقاربة أخرى مختلفة عن المقاربات القديمة التقليدية تتغير التسميات ولكن لا تتغير السياسات ليش كون يتوجه بحديثوا الرئيس الجمهورية أوضاع الإنسانية الأوضاع الأفريقية كيرثة رجعونا فلوسنا كيتحبوا على استقلالية القضاء عليش تتستروا على الجرائم عليش كون يحكي الرئيسه يحكي على البلدان مشالها وهو في بروكسيل عاصمة الاتحاد الأوروبي رأي بروكسيل عاصمة وتعرف بلجيكا صغيرة من أصغر البلدان في إفريقيا تعرف أن البرودوية انتيريرو برويتم تحتها أكثر من البرودوية انتيريرو بتاع 22 دولة عربية اللي منضوية في جامعة الدول العربية شوف لهناك ما كان يقول لطفي منذ حين أن الرؤساء الأفارقة اللي يمشيه أكيد كل واحد أعد الملفات متاعه ويعرف من أين تؤكل الكتف إحنا خطاب الرئيس متاعنا سيدولا لتيراتور كان جاءت لخراك اللتيراتور اللي تنجم تفيد والبلاد والعباد وتفيد خاصة الأمم اللي يتوجهها السيدة الرئيس الجمهورية لماذا لا يعيدونا لنا أموالنا هما قالوا له نحن مستعدون أنا ما سمعتش التصريح حتى رئيس الكنفيدرالية السويسرية ذات مرة في اتصال مع السيدة الرئيس الجمهورية قلت له نحن مستعدون ولكن لنا قضاء عادل وناجز ورغمت نجم ترجع أي أورو ولا أي دولار ولا حتى أي دينار راهوا إلا بمقتضاء حكم نهائي وبات تبقى للمعايير الدولية بالتالي احنا نعرف التجارب بدأت العملية هذه من سنة ومن ستينات القرن الماضي البلدان الإفريقية بكل قدمت قضايا والتجأت إلى المحاكم الأوروبية لاسترداد جزء من الأموال متاعها وفشلت في معظمها إذا كان حتى عادة حتى إيران واختلي عملت قضايا باش تسترجع أموال الشاه لم تتوصل إلى استرجاع ولو دولار واحد نذكر نعطي مثال فقط بالنسبة للزائير مبوتو واختلي بعد ما عمل اللي عمل وامشاء واستقر وين الفلوس متاعه موجودة لكلها في بيروكسيل جزء ما موجودة في بيروكسيل عملت الزائير اللي أصبحت توا الكونجو الديمقراطية جميع المستحيلات ونقول المستحيلات لاسترداد الأموال هذه إلى أن توفي واختلي توفى يعني المبوتو شنين القضاء أو القانون البلجيكي يقول إذا توفى مات كل شي دونك ورثه ابنه ولو هما طلبوا الحكومات المتعاقبة في الزائير بل ما ترجع وتولي الكونجو الديمقراطية قالوا له يا سي ولد مبوتو أرجع لهنا محسن مضمن المهم أرجع استثمر لهنا بالتالي نعرف وراي صعبة وصعبة جدا ونذكر معانتها بكل إجاز واختلي عاملوا كل لجنة هذيك وترأسها محافظة البنك المركزي السابق شدي العياري لا 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 أقبل الشيدي العياري مصطفى كمال النابلي معانتها باختلي مشاهو الكابيني دابوكا الكابيني دابوكا أخلا من اللي الفلوس اللي بشي نموه أخلا من الفلوس اللي بشي نموه أخلا من الفلوس اللي موجود أخلا من الفلوس اللي له باش نرجع لك الفلوس قريب يقوله نقسمه 50-50 إذا رجعت لك عشرة مليارات راني ناخو خمسة مليارات كلم كما هذا لطف العمري قد يثير جدلا وردود أفعال ويغضب الأطراف الأوروبية لا ما يغضبهاش لأنه أطراف الأوروبية بعقلة تعرف اللي هذا كلام خارج السياق ولا جد ولا هو أنا مناديك أنت كبلد أنت تريد على روح أنت تريد حالة إفلاس خذ بايك واخده بش نعديك لنادي باريس وعندك معناها مشاكل مع الفامية وعندك مشاكل مع البنك مونديال أنا مديت لك البارش كما يقولوا باش نقول لك يجيب ملفاتك أخويا واحد معناها غاكس في الديون مهدد بش يدخل الحبس تعمل له تاليفون تقول له يجيب أخويا هاو بش نلقاه لك حل يجيك هو واللي يحكي لك على مشاكل المساجين في العالم والمديونية في العالم يقول ديجيب مشاكلك تنتي أكثر دولة موجودة في المؤتمر اللي هي معناها حالتها مستعجلة هي تونس وإحنا أكثر دولة عملنا خطاب فظفظ خطاب إنشائي خطاب إنساني خطاب زعاماتي يعني الدول اللي حالها خير مننا تاو اقتصادين الدول الأفريقية اللي حضرت قدمت ملفات هذا ملف أخويا عندي مثلا متاع تحليط مياه يطلب طون درجان هذا ملف متاع توروت يطلب طون درجان هذا ملف متاع مدينة طبية يطلب لي طون درجان هذا مثلا ملف متاع الانتقال الرقمي رأي يلزم لي لي هكا فلوس ويتباح تشتعطيني هنا يش نعطيك هنا معنى دو كونكري هذوم الدول تتسمح حالتهم عادية كدي رحنا اللي معناها ولينا كل شهر نافا نقولوا فما شهرها أو لا في عضي كلهم هاي الملفات ويزمعها مستشاريه الاقتصاديين ووزرته يقدموا الملفات هذا وخطابه يمشي دير اجتماع يحكي على مشكلة تونس لانه ما يحضرش في النقمام العالمي اليوم سامعوه شافوا ربما فهموهو مزيدة اللي الراجل صادق واخت اللي قال انا راني من كوكب اخر دونك من كوكب اخر مش فقط بالنسبة للتونسة لكن حتى بالنسبة للبشرية جامعة وهو يصور في نفسه على سيد جاي بش ينقذها من ظلم الغربيين ويرسي اعدالة معناها انسانية وبشرية واجتماعية في كواكام القارة الافريقية هانا نستنى وبالك علي يبدل سيدة رئيس نحج وقال الراجل اليوم توفع ومازانا ننتظر ربما في بقي لقائت اللي بش تكومينيوك عليهم الصفحة رسمية لرئيسة الجمهورية منين ننتقي الاخبار متاع الزيارة هذية نبقى في الصعوبات الاقتصادية حوار قدلت به السيدة نيلة نويرا وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم اليوم لجريدة صباح صادرة اليوم تقول الوزيرة ان الحكومة تعتزم الترفيع في اسعار الكهرباء والمحروقات واوضحت الوزيرة ان الترفيع هذا هو فرضته ارتفاع اسعار المحروقات على المستوى العالمي مع بلوغ سعر برميل النفط 96 دولار بالاضافة الى اضطراب سعر صرف الدنار اللي بش يخلق ضغط على ميزانية الدولة الموجهة للدعم خاصة انه تونس ما توفرش كين 50 بالمئة من حاجاتها من التاقة لكن الوزيرة في المقابل طب انتو قالت لو الترفيع ذي مش بش يشمل المواد المدعمة بنسبة 70 بالمئة كما الغاز الغاز المنزلي قوالي الغاز المنزلي وذلك في اطار مراعاة الدولة للفئة المتوسطة والضعيفة هل ننتظر تعديلا آليا لأسعار المحروقات يدولب شوان لشهري ما عشكو للا تشعر المواد المواد الأخرى المدعمة والمنتظر كونه حسب التقارير اللي صادرة عن وزارة المالية كونه باش نوصلوا سنة 2026 انه اللي ترى متاع الليسانس اللي نستعملوا فيه دينارين وثمانية مئة ولكن يبدو باش نختصروا السنوات ومن كانت هي كل ثلاثة شهور وأحيانا تقعد حتى كل ستة شهور توا باش تولي تقريبا كل شهر وهذا هو دي جاء قاعدة تحذر فينا نفسانيا السيدة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تحذر فينا ايه توانس راه ومش يتم الترفيع في سهر مش المواد البيترولية فقط ولكن ايضا الكهرباء يعني استاك الكهرباء اللي نعرفه التوانس الكل يستعملوا فيه صحيح انه يقول لك نعملت لك أنابالي هذاك وروي يمثل تقريبا نسبة 45% بالنسبة لضعاء في الحال ولكن اعطيني اي تونسي حتى عنده تلفزة وثلاثة امبوبات ما تجاوزش يكالبالي الولاني اذاك ولا عملوا كاتر بالي معناتها ولا لات ما تجاوزش يكالبالي الولاني بالتالي ننتظر ارتفاع كبير الفاتورات في كل شيء لا خطر انتي تحكي على فاتورة الغاز لنباق تمتع لان الناس الكل تستعمل في الكهرباء والناس الكل تستعمل في الغاز والناس الكل تستعمل زادة ايضا في المواد البترولية ما عدا تقول لي انت تبابز الجاز تبابز الجاز قداش توا صحيح انه عنا بعض العائلات اللي مزير موصلهاش ما يوسمى الجاز دوفيل الى حد الان اخوة اخوة ما مدن موصلهاش الجاز دوفيل فما بنزرت وما ادراك ما بنزرت ما فيهاش الجاز دوفيل غريبة فيهاش الجاز دوفيل فيه استير وفيه على جيل وفيه 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 وما بنزرت وهي احواز وهي احواز العاصر وهي احواز العاصر كان قاعد في العاكر يلا عندكم القز دوفيل فامرني ولا يعني الاحواز هيتسمح احواز تونس اللي بنزرت نصيع احواز تونس قاعد هاسكري او المدينة هاسكري في تونس اللي مفروض معناها راي كل شام توف لطفي من فهم اسكيزوفرينيا فالتصريحات وقتل وزيرة يقولك باش نرفعه في اسعار المحروقات و باش نرفعه في اسعار الكهرباء و كل كرة ما تخافوه وش رات رفيع هذه مش باش يشمل المواد المدعمة انتي كي تجي مصنع مصنع مكينته تخدم بالضولة ما تخدم جلي هو المواد الاساسية تخدم اي كي انتي باش ترفع له في الفاتورة متاع هو باش يتخلها في الكوم متاع الانتاج متاع 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 كل فت اولا من يقدموا مشروع الميزانية رئيس الدولة قالانا مانيش موافق عليها و مش متاع ملوه او كيش بدروه و هم باش يتحملوا المهمة الاصعب و كل تقريبا ردود الفعل الساخطة ستوجه اليهم هاو شفنا تاو السيدة الوزيرة هذه نيلة نويرة معناها صمت منذ ان استلمت الوزارة خاش مش تكلم تكلم وعلى ذلك فقص معناها بالنسبة لبقية الوزارة كان الله في عون هذه الحكومة اللي في نفس الوقت مطلوبة منها اصعب المهمات وهي المساس بقفة المواطن التوسي مهما التبريرات هذي كمسألة ثانية لكن اللي باش يصير انه باش نشهدوا بارتفاع متزايد في الاسعار وفي نفس الوقت هذه الحكومة ملزمة بالصمت وتفتقد لكل آلية اتصالية وبالتالي ستكون في مواجهة مباشرة مع الشارع ومع رد فاعل الشارع يعني هيك الاجسام الوسيطة اللي اليوم لحكومة تستحقها باش تدفعها على سياساتها باش تتمررها باش ترافقها على الأقل العالميا باش تفهم الناس عليش اخذينها الاجراء ورأوا عليش البريل في العالم اطلعها واللي رأوا كما قالت السيدة الوزيرة باش نزيدوكم في التكهرباء والمحروقات لكن ما تخفوش بالنسبة للمواد هذا الكل يلزم سياسة اتصالية وعمل وستراتيجية وشوف تتعدى ويقبلها الحربوشة المواطنة التونسية وإلى لا فما بالك انك معناها تزيدو في المعيشة باجراءات كيف نهكا ثم تلازم الصمت ولا شيء غير الصمت في موضوعا اخر نختم باجواء اليوم الثالث من اشغال المؤتمر 25 نتحاد العام تونسي للشغل اليوم ثالث لشد حالة من التشنج بعد القاع عضو المكتب التنفيذ المتخلي محمد علي بغديريا القانون الاساسي للمنظمة في مداخل قدام المؤتمرين على خلفية معتبر تعصف على قوانين المنظمة ودوس لها في المقابل من العمل المساعد المتخلي والناتق الرسم باسم الاتحاد سيم التاه الاعتذر للمؤتمرين باسم اعضاء المكتب التنفيذي واعتبر ان الحركة هذه بما فبت الاهنة للنقابيين ولقانون هم الاساسي مخرجة المؤتمر متاع الاتحاد هو اليوم اخر انتخاب المكتب التنفيذي جديد فما 37 مترشح وفما قائمة وفقية عملها الامين العام المتخلي سيد نوردين التابوبي فها 15 لأول مرة كانوا 13 شو بشو اللي وخمستاش عذا المكتب التنفيذي والاخمستاش هذية فها سبعة من المكتب التنفيذي المتخلي منهم سينوردين التابوبي سامي الطاهري وغير هم فمثلا لا وفي ايضا زادة باش يدخل فيه كتاب عامين متاع جامعات كما جامعة صحة وجامعة وأيضا زوز كتاب عامين لا زوز كتاب عامين ل ااتحادات جهوية منهم الاتحاد الجهوي متاح تونس والاتحاد جهوي متاع المهدية و الثلاثة عفوا الاتحاد الجهوي متاع ريانة وأيضا وأيضا امين عام مساعد متاع الاتحاد بالتالي سينوردين طبه بيحب بيضمن معناته ولا لا أنه تمرير القائمة وأكيد ستمر لأنه 620 مؤتمروا نعرفه كيفاش ونعرفه السيد محمد علي البغديري هو الذي من قامه هو برفقة يعني الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثاني وسيد السعد اليقوبي هم اللي قدموا قضية استعجالية في إبطال أشغال المؤتمر ولكن نعرفه وتم رفض الهدية وسيم محمد علي البغديري يعني لابس براسار نوار نوار على أساس يعتبروا أن حداد على أشغال المؤتمر نتمناه حتى كان ربما يصار الخلافات هذية ستتوى اليوم مباشرة بعد الأعلان على القائمة الفائزة ولا قد يكون لذلك بعض تداعيات خاصة عند القواعد متاع الكتاب العامين المتخلين يعني يمكن نحكيه على جامعة التعليم الثانوي ولا وقت اللي نحكيه على القطاع الخاص اللي كان المثلوب وحمد علي البغديري في المكتب المتخلي ولا صفحة جديدة قد تفتح في المؤتمر بمجرد مغادرة هؤلاء الميكرو فاعتقادي أنا معناها داخلين في صفحة جديدة لأنه فما معناها إرهانات اللي موجودة في البلاد ربما تخلي لكن بش تصير ربما حاجات إذا بش تصير بش تكون بين القيادة المركزية وجماعة التعليم اللي نعرف وإحنا لسعد العقوبي هو تقريبا الذي يقود الخط معناها الداعي إلى ضرورة تطبيق عدم تطبيق العشرين لا لا إذا ضرورة التنديد بعدم تطبيق الفصل العشرين ونعرف وإحنا حجم القطاع ذي معناها التعليم التعليم تقريبا هو أهم جامعة داخل الإتحاد العام التونسي للشغل وفي السابق وفي السابق تمرد معناها وعدم انضباط لقرارات الهيئة المركزية وربما ربي قدر الخير إن شاء الله يحضر شاهد العقل باشاكي كأمو نتجاوز والظرف الصعيب هذا ونرجعوش مرة ناخذ التلميذ كراهينا في صراعات نقابية نقابية شكرا لنهاية ساعتنا الأولى ماضي ساعة تتسويت موجزة الأخبار رجعين لاستقبل ذيفنا اللي بولموسيا